أطلق مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عددا من نشرته الدورية نظرا على استطلاعات الرأي المحلية والعالمية والتي تضمنت أبرز نتائج استطلاعات الرأي التي تجريها تلك المراكز العالمية في المجالة المختلفة تضمن العدد استطلاعا للرأي أجره مركز الشباب العربي على عينة من الشباب في تسع دول عربية بهدف قياس وعي الجمهور بتغير المناخ وأسبابه وعواقبه المحتملة وقد عبر 68% من الشباب العربي في الدول محل الاستطلاع عن اهتمامهم بقضية التغير المناخية ووفقا الاستطلاع نفسه فأفاد بأن 34% من الشباب في الدول محل الاستطلاع يستهلكون الموادات لاستخدام الواحد كالورق ومواد التعبئة والتغليف والزجاجات البلاستيكية بهدف خفض الانبعاثات الضرة يليه استخدام وسائل نقل بديلة للسيارة الشخصية مثل مركبات النقل العام وركوب الدراجات والمشي وبالنسبة نفسها جاء شراء الأجهزة المنزلية التي تستخدم الكهرباء بشكل منخفض وأكد 55% من الشباب العربي بالعينة استعدادهم للعمل مستقبلا في وظيفة خضراء بهدف الحفاظ على الاستدامة البيئية